أقيمت فعاليات حفل تكريم وتوزيع الجوائز على أطفال مصر المبدعين والفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة 2023 وذلك تحت رعاية السيد انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تهدف جائزة المبدع الصغير لدعم الأطفال والنشأ في المجالات الثقافية والفنية والابتكارية المختلفة احتفالية تتجدد لعامها الثالث والخاص بالإعلان عن الفائزين بجائزة المبدع الصغير تحت رعاية السيد انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية جائزة المبدع الصغير تهدف لدعم الأطفال والنشأ في المجالات الثقافية والفنية والابتكارية المختلفة بإشراف وتنفيذ من وزارة الثقافة بكل قطاعاتها ليستمر نجاح الجائزة للعام الثالث على التوالي الدورة دي دورة رقم ثلاثة فاز فيها مجموعة كبيرة من الأطفال من سن خمسة لسن ثمان سنوات ومن ثمانية لثمانتاشر في فروع الفنون والأداب والإتكارات العلمية هذه الدورة على وجه التحديد كانت استثنائية في عدة أشياء لعل أهمها كم الإقبال غير المسبوق من أبنائنا في كافة أقاليم محافظات مصر إحنا وصلنا أكثر من عشرة آلاف طلب لمتقدم في كافة مجالات الجائزة التلاتة بكل الفروع التي تندرك تحتها الجائزة خصصت للأطفال والنشأ من سن الخامسة حتى الثامنة عشر عاماً ليبدع الأطفال في مجالات الآداب والفنون والابتكارات العلمية وانطلاقاً من حرص الدولة على الاهتمام بهذه المواهب ودعمها تم مضاعفة عدد الفائزين من ستة عشر طفلاً ليصبح ثلاثين طفلاً رعاية أعمالهم الفائزة من خلال قطاعات وزارة الثقافة المختلفة قدمت في مجال تطبيقات ومواقع إلكترونية قدمت موقع بيتكلم عن أثار مصر بعنوان حضارة مصر بيتكلم عن أهم المتاحف الموجودة في مصر وأهم الأثار الموجودة في مصر وأهم الملوك اللي عاشت مصر في أوقاتهم المشروع اللي أنا كنت بعمله أعبر عن مصر أعبر عن كورة الأرضية والتلوث عنها فعملت إزازة جواها كورة أرضية ونوقع حواليها أنا قدمت عمل مصرحي اسمه مين فينا إلي بيتكلم عن إزاي ممكن أسرة أو يعني إيه الأسباب اللي ممكن تخلق مريض نفسي وبنكتشف في الآخر أن ما فيش حد سليم كله مريض نفسي المصروق بتاعي هو النظام المرور الأخضر الزكي في مجال الابتكار العلمي وهو مصروق بيوفر الكهرباء اللي بيستهلكها عمدة اليونارة في طرق أنترين النور بينور بس لما العربات تعدي جائزة الدولة للمبدع الصغير انطلقت لأول مرة في مصر عام 2020 وسيتم فتح باب التقديم للنسخة الرابعة اعتبارا من الأول من أكتوبر القادم ولمدة ثلاثة أشهر ولأول مرة ستكون بمشاركة المبدعين من الأطفال المصريين بالخارج وهذا يؤكد أن الاهتمام بالأطفال والنشء أحد أولويات الدولة لخلق جيل جديد مبدع وقادر على تحقيق آمال وطموحات وطن هم مستقبله المشرق محمود جميل التلفزيون المصري